موسيقى صباح الورد على المتابعين برنامج شاي ضحة اليوم فغرت فنان تشكيلي بتكون معانا فنانة تشكيلية بدت موهبة الرسم عندها من كانت صغيرة وطورت موهبتها عن طريق دراسة التربية الفنية كتخصص مساند بكلية التربية الأساسية تميزت بالتنويع بأساليب الرسم وأبدعت بفن لغرافيك وحازت أخيرا على جائزة عالمية في مجال الفن منو بتكون ضيفتنا اليوم؟ خلونا نتعرف عليها بعد هذا التقدير موسيقى رجعنا لكم متابعين من بعد هذا التغرير ونرحب ضيفتنا الفنانة التشكيلية عطارد الثاجب ياهلا ومرحبا فيك سهلا فيك شفنا بالتغرير باشاء الله عطارد رسوماتك وايد حلوة ومميزة ويعني دل إن موهبتك بدأت مبتشر لو بنتكلم عن موهبة الرسم متى بدأت عندك بالضبط؟ نعم بسم الله الرحيم طبعا أنا موهبة الرسم كانت معاي من وانا صغيرة فكنت دائما أفضل الرسم والأقلام والألوان عن الألعاب إن شاء الله يعني من يوم صغيرة لعبتك كانت هواية الرسم الرسم بالضبط ولا أزال إن أنا محتفظة في بعض لوحاتي يعني الوانة صغيرة شي حلو أكيد وطورتي الموهبة هذه عن طريق دراستش بكلية التربية الأساسية نعم قسم التربية الفنية نريد أن نتحرف أكثر عن هذه الدراسة طبعا كان فيه خاطري إنه يعني وايد أنا قريبة من الرسم وأحب الرسم والفن ودائما كنت أتابع اللوحات دائما كنت يعني أتابع خصوصا الفنانين من هذه اللحظة بالثنوية فكرت أن فيه تخصص فني فكنت جدا حابة أني أكمل هذا التخصص وبالفعل الحمد لله الله وفقني وكملت هذا التخصص وعطاني طبعا خبرة كبيرة في تعديل الرسم وفكار الرسم وطريقة الرسم على طريق أفكار الرسم أغلب الفنانين تشكيلين تريدهم شوي بالزيتي شوي بالأكرلك عندهم أنواع معينة من الرسم لو بني حكي عطارد شنو أنواع الرسم التي تفضلينها والتي تحسين أنها أقرب شي لقلبك والله في البداية غير كل فنان بداياته تكون غير عقوب ما على مرور الزمن تكون مراحل الفنان يعني من مرحلة إلى مرحلة ببداياتي كان رسم طبيعة صامتة طبيعي بعدين لا يعني دائما الرسم يعني لازم أمور الدنيا كل أشياء تكون جديدة تجدد فكذلك الرسم يعني قمت أجدد حلو أن الفنان يتابع المعارض والرسامين الخارجيين وشوف يعني وين وصل الفن ويطور من موهبته وفرنه لو بنتكلم عن المواد والألوان اللي تحبين نشتستخدمينها أغلب الفنانين تشكيلين يعني يرتاحون حق ألوان معينة أو مواد معينة عطارد شنو الألوان اللي تفضلها نعم في البدايات بداياتي كنت أستخدم الزيتي كالعادة مثل أي فنان لكن بعدين مع التطور حسيت وايد ألوان الأكريليك قريبة مني وألوان طبعا الشينية والخشبية بس أكثر اللوحات أستخدمت 90% لوحات الأكريليك كون هنه ألوان سهلة كون هنه ألوان بسرعة تنشف عكس الزيتي فاستهوتني ألوان الأكريليك أكثر شي لو بنتكلم عن الجرافيك تميزتي بفن الجرافيك وقلة غليلة اللي ممكن يتميزون بهالنوع من الفلون ويمكن وايد ناس ما يعرفون شنو الجرافيك نحن بي نبدأ عن شرح بسيط حقه نعم بالنسبة حق الجرافيك طبعا الجرافيك فيه أنواع فيه جرافيك يأخذون الصورة ينظفون الصورة ويركبون عليها مثل الفوتيشوب وفيه جرافيك اللي هو رسم على اللي يسمونه أو الديجيتل رسم الديجيتل اللي فيه عدة برامج دخلت فيه المجال حبيته شف طريقة سلاسة الرسم وطريقة الرسم في الكمبيوتر عطاني خبرة جديدة غير عن الرسم الطبيعي باليد كونه أنه صحيح هو متعد طريقة التكوين الشكل أو الظل أو الإضاءة كإذا بكون لوحة يأخذ مني جهد ووقت طويل لكن حبيت الأسلوب الجديد والطريقة الجديدة فسلكت هم طريقة وأسلوب في الرسم على الديجيتل أكيد والرسم بالديجيتل هذا يعني مثل ما ذكرت يا أستاذة أنه هو الرسم العصر المتطور واللي عرفه أنه حضرتك خذيتي جائزة عالمية بالفن هل كانت بالغرافيك وبين كانت؟ نعم بالفعل كانت الجائزة عن الغرافيك كنت في ذاك الوقت في طبيعة شغلي أني أرسم على الكمبيوتر بداياتي كانت الرسم على الكمبيوتر ونوزع عادة إحنا هذه البوسترات على سفارات دولة الكويت خارج طبعاً الكويت فبالصدفة كانت بلدية ومنظمة في فرنسا يعملون أو يأخذون مجموعة بوسترات في جميع الدول العالم فسبحان الله بالصدفة فازت اللوحة الديجيتل في المركز الأول كانت في فرنسا سنة 2005 في مدينة شولي إن شاء الله شي حلو أن كنت فنانة تشكيلية كويتية أخذت جائزة عالمية في فرنسا وأكيد كان لك مشاركات بمعارض سواء داخل أو خارج كويت لو بنتعرف أكثر على هذه المعارض نعم بالفعل عندي معارض طبعاً أشارك فيها سنوية مستمرة داخل الكويت كون أنا عضوة في جمعية الفنون التشكيلية وتعتبر جمعية الفنون التشكيلية من أنشط الجمعيات الفنية اللي موجودة في الكويت في نشاطاتها في المسابقات في المعارض اللي يسوونها فأنا جداً يعني مهتمة أني أشارك فيها في كل سنة أيضاً مشاركاتي الجانبية أشارك في معارض السنوية التي تقيمها المجلس الوطني هذا بخصوص داخل الكويت خارج الكويت نعم بالفعل أقمت أدة معارض شخصية أول معرض كان في اليابان بالتعاون مع وزارة الإعلام كان معرض شخصي كان ناجح ما شاء الله مسيرة حافلة من الإنجازات والنجاح حياتك العافية أستاذة عطارد تمنياتنا لتشبك كل التوفيق إن شاء الله أنا شكرا لكم على هذه المقابلة اللطيفة وأشكركم وأنا سعيدة جداً حياة شاء الله كل شكر ضيفتنا الفنانة التشكيلية عطارد الثاجب تابعونا الأسبوع الياي مع موهب عديدة فقرة فنان تشكيلي اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر